ومن أهل الجزيرة نروح بقى مع حضراتكم على مقارة جريدة الجمهورية وإزمالتنا العزيزة مريم سميحة اللي حتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع والجديد بالذكرى حتكون لها لقاء مع الأستاذ حسامة الغرباوي النقد الرياضي في جريدة الجمهورية صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفق الكريم وتفضل يسمعينك صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير عليك يا نهاندو بصبح على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية طبعا هيكون معنا عدة عنوين مهمة هنتناقش فيها مع الأستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية البداية هتكون من جريدة الجمهورية خطوة مبشرة للمنتخب والقادم أصعب بكثير ست إيجابيات وثلاث سلبيات ومن موقع اليوم السابع انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للرمية على هامش بطولة العالم ومن روسيا اليوم أول قرار من اليويفا بشأن انضمام لعاب الأندية لمنتخباتهم في منذيال 2022 وأخيرا من الشرق الأوسط هل حان الوقت لاستبعاد اللاعبين في غير الملاقحين الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر كل دي طبعا عنوين هنتناقش فيها حالا مع الأستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية طبعا بنصبح لك في البداية أستاذ حسام وخلينا نبدأ بالمنتخب يمكن خطوة مبشرة هو العنوان من جريدة الجمهورية عايزين نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات خاصة أن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات اللي ذكرها التحقيق طبعا احنا بنبارك للمنتخب بفوزه على ليبيا في الزهاب والإياب وده شيء طبيعي بيد دفعة معنوية كبيرة للمنتخب بالمرحلة الجهة طبعا الإيجابيات كثيرة جدا نحنا بقى فيه تجانس ما بين اللاعبين بينهم بعض ظهور كثير أو تقلق بعض اللاعبين زي أحمد فتوح ومصطفى وطبعا اعتبر نجم المنتخب محمد صلاح كان ليه تأثير كبير جدا شفنا قديه التجانس شفنا قديه عودته الكور روح وتنفيذ المهام المطلوبة منهم خاصة أن احنا كنا بنلاقي فيه كمان صلاح رغم الهجوم بينزل أن هو يساند كذلك مصطفى محمد وغيرين فضيته اعتبر من الإيجابيات الكبيرة المضافة ليهم إلى جانب بعض السلبيات اللي هي بقى عدم الاستفادة من بعض الكور خاصة العرضية بنلاقي مثلا بنلاقي اللاعب ممكن ياخد بعض الإنذارات اللي هي ممكن تعطلوا فيه المسيرة القادمة ولكن طبعا دي إيجابياتها تبقى دفعة قوية جدا احنا شفنا كيروش قدر أنه يظهر بشخصية متميزة مع المنتخب وأصبح انتخب ليه سمة قوية معه وإن شاء الله اللي جاي أفضل طيب عايزين نتكلم عن كمان انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للرماية يمكن بطولة وراء بطولة بطولات عالمية بتقام على أرض مصر يمكن ده ما بقاش جديد خلاص على مصر ولكن عايزين كمان نتناقش فيه فكرة مكان الإقامة يعني موجودة البطولة في العصامة الإدارية وكمان كاميرا عشر صبح في الأهلي كانت موجودة يعني من حوالي أيام قليلة كمان في المدينة الرياضية بحية الأصمارات برضو يعني كان فيه بطولة لضعاف السامعة حضرتك شايف الأماكن كمان الجديدة في الدولة اللي بتقام عليها هذه البطولة طبعا ده شيء جميل جدا ورائع وده بتعبر المكان العصامة الإدارية الجديدة بتعبر عن مصر الجديدة القادمة الناس في جميع أنحاء العالم بتشوف مصر بمظهر جديد وده ده بيدل على التقاد نمروكي اللي مصر بتسعاله وطبعا بطولة كبيرة زي دي فيها ما يكرم من 350 رامية ورامية بيمثلوا 15 دولة منهم مصر والسعودية ليبيا بالنسبة للعرب وعندنا أمريكا وإسبانيا البرتغال وإنجلترا فطبعا دي إحنا مبسوط جدا مبسوطين جدا بوجودهم هنا أنه هيشوفوا قدر يعبروا عن ده في المحافل الدولة طبعا شيء طبيعي هينقله لدولهم مصر التقدم أو وصلت لإيه للمرحلة الجديدة اللي إحنا فيها فإن شاء الله تحية ليهم وإن بارك اللي هيكسب ويفوس في البطولة إن شاء الله إن شاء الله كمان عايزين نتكلم على السماح للعبين في الدوريات الأوروبية بالانضمام لمنتخباتهم طبعا الوطنية قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم شيء طبيعي هو طبعا أغلب اللعبين هينضموا قبل كأس العالم يعني هو هيبقى في قطر ما بين 11 نوفمبر لغاية يوم 12 الشهر اللي بعده طبعا هيبقى قابلها بأسبوع غير المراحل اللي فاتت طبعا عشان موضوع كورونا هيبقى فيه تحفظ شوية لانتقالهم وده شيء طبيعي وإجراءات طبيعية جدا طبعا هتختلف عن المرات اللي فاتت ولكن طبعا عشان إحنا الظروف اللي ممر بيها فده شكل طبيعي جدا أن هم يقوموا بالدور ده ونفزوا بالشكل ده تمام جزء لا يتجزأ عن كورونا الحقيقة أن في الدوري الإنجليزي أكثر أو الدوريات الأوروبية أكثر من لاعب رفض أنه هو يتلقى لقاح كورونا ده بسبب عدة أسباب يمكن كان فيه ترويج يعني أنه بيحصل ضعف في بعض الأمور الصحية كمان في منهم عندهم يعني يمكن زي نظرية مؤامرة ضد اللقاح فاتعليق حضرتك أن هم بيدروا بالآخرين من اللاعبين طبعا ده شيء مرفوض تماما ويجب أن احنا تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل صارم جدا ويبقى لازم يتمهم حسبة أي لعب أو أي حد يقصر وطبعا هم حطوا إجراءات قوية من خلالها مثلا لازم بقى فيه تباعد معين ما بين اللاعب وبين الآخرين ما بين زميله لازم لبس المسكات المتابعة الدورية للكشف الدوري بعد كده إلى جانب أن هم هيحملون فيما بعد التكاليف اللي هي إجراءات المسحات ولكن في نفس الوقت أنا من خلال القناة الأهل لازم حد يطلع متخصص طبيب يطمئنهم عشان الأمور تمشي بشكل أفضل عشان ما يحصلش يبقى فيه لأن اللاعب لو نراح مكان أو أماكن وفيه رعب ما بينه هو ياخد اللقاح ما بين زميله كمان خايفين منه اللي هو ممكن يكون عنده كورونا وعليم فدي مشكلة هتتحل من خلال إجراءات الاحترازية وحد متخصص يطمئنهم بشكرك جدا طبعا أستاذ حسام دايما مشرفنا ومنورنا على شاشة قناة النادي الأهلي ده طبعا كان حوارنا ومنقشة لأبرز العنوين الصدرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريت الجمهورية بشكركم جدا عودة لكم مرة أخرى احنا بنشكر الجزير الشكر بنشكر أكيد أستاذ حسام الغرباوي وأكيد برضو شكرنا موصول الزميلة العزيزة هانا أبو القاصر اشتركوا في القناة